بينما يستعر الصراع في قطاع غزة ويطول أمده توسعت رقعة الجبهات التي تستهدف الإضرار بإسرائيل أو بالولايات المتحدة عنيفتها التقليدية وإن بدت حدة المواجهات محدودة على الجبهتين اللبنانية والبحرية اليمدية وحتى العراقية لكن التصدي لهذه الضربات يكلف واشنطن مبالغ طائلة مؤخراً عادت الطائرات المسيرة لتتصدر المشهد من جديد وذلك بعد أن استخدم الحوثيون هذه الأسلحة الرخيصة لتوجيه ضربات لإسرائيل والسفن المرتبطة بها في مياه البحر الأحمر يقول مسؤولون في البنتاجول لصحيفة بوليتيكول أميركية إن قلقاً متزايداً يساور الأذهان في وزارة الدفاع الأميركية ليس فقط من تهديد المسيرات بل من الكلفة المتزايدة للحفاظ على سلامة أعضاء البحرية الأميركية ففي الشهرين الماضيين فقط تصدت مدمرات البحرية الأميركية لثمانية وثلاثين طائرة من دون طيار وصواريخ متعددة في البحر الأحمر مستخدمة أسلحة باهضة التكاليف لمواجهتها وبحسب البوليتيكو فإن الطلقة الواحدة التي تستخدم لتدمير طائرات الحوثي من دون طيار يمكن أن تصل قيمتها إلى مليون دولار أميركي مقابل مسيرة تقدر ببضعة ألاف من الدولارات ويلجأ الحوثيون إلى الطائرات الهجومية أو حادية الاتجاه وهي في الغالب إيرانية الصلع ولا تكلف أكثر من ألفي دولار أميركي لتشغيلها أما طائرة شاهد 136 فتقدر قيمتها بعشرين ألف دولار وفي كلتا الحالتين فالفرق كبير في التكلفة وأمام هذه الحقائق فإن الحديث في البنتاجون يدور الآن عن البدء في النظر إلى الأنظمة التي يمكنها هزيمة ضربات المسيرات ولكن بكلف أقل غير أن مركز التحليلات البحرية الأميركية يقول أن الولايات المتحدة ليس لديها خيار أفضل بخلاف ما تستخدمه في الوقت الحالي